مرحبا حضراتكم من جديد في هذه المواجهة نهيش فيها رسائل ودلالات ديارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن والوفد المرافق له إلى القاهرة ضمن جولة للوفد الأمريكي بالمنطقة وغيرها من المواضيع أيضا على الساحة خلوني أرحب بضيفي الكريم في السوديو ستة عميد خالد عكاشا مدير المركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم جيك سوليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط له جولة في المنطقة الإمارات المملكة ومصر خلينا نركز على مصر ستة عميد والحقيقة تناولوا الطرفين ملفات بعينها يمكن تركيز كان على ليبيا والانتخابات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة في المنطقة العربية أيضا سوريا واليمن وفلسطين نفسها دناظة رئيس كان لي تصريحات هامة جدا فيما يتعلق بالموقف المصري رأي حضرتك إيه في هذه الزيارة؟ أنا بشوفها الحقيقة يعني زيارة مهمة جدا وتوقيتها بالغ الأهمية ولو إحنا بنتكلم على حركة نشيطة في الإقليم فوجود مستشار الأمن القومي الأمريكي في وسط هذه الحركة الحقيقة يجعل الأمر همية إضافية زيارته للأعواصم الرئيسية الموجودة في المنطقة الحقيقة أيضا لي دلالة منطقة الخليج وتعقبها القاهرة ولقاءه مع السيد الرئيس وكبار المسؤولين المصريين الحقيقة أمر بيؤكد وبيعزز حالة الزخم في العلاقات المصرية الأمريكية اللي شاهدناها طوال الفترة الماضية عبرت عن نفسها في مجموعة رفعة المستوى من الزيارات مدير المخابرات المركزية الأمريكية أكتر من قيادة عسكرية أمريكية كانت موجودة في القاهرة كان أخرها المشاركة الوسعة في مناورات النجم الصاطع يعني أما يكون الجانب العسكري مع أرفع مسؤول سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مؤسسة الرئاسة الأمريكية على وجه التحديد الحقيقة ده أيضا يشير على أن هذا الزخم الموجود بيعكس رغبة الطرفين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الموجودة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية توافق في رؤى كثيرة الحقيقة وده ظهر في الزيارة الأخيرة اللي احنا بنتحدث عنها كثير من تصريحات كل من الرئيس المصري مع الجانب الأمريكي اللي كان قادم إلى القاهرة من أجل فتح قنوات اتصال جديدة مع الرئيس المصري والاستماع إلى رؤية مصر حول هذه القضايا اللي حضيك ذكرتيها نتكلم على قضايا المنطقة التي توصف بأنها قضايا ساخنة ليبيا قضية سد النهضة الأمن المائي المصري وأيضا القضايا الفلسطينية ثلاث ملفات الحقيقة بالغين الأهمية يشيروا فعلا إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في التعاون مع مصر وتبني وجهة النظر المصرية يعني كلا هدان التعبيران يوضحوا بشكل مباشر ما جرى داخل هذا اللقاء بس يا ترامين مستوى التعاون شكله إيه؟ يعني 40 عام من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع طرفين المصري والأمريكي ولكن هل حدود التعاون الأمريكي وحدود مش عايزة أقول التدخلات ولكن الوجود الأمريكي في المنطقة وبمننا جزء من هذه المنطقة ما زال كما هو ولا حدث تغير والحقيقة نحن متابع أيضا الكثير من المناوشات التي تحدث في الداخل الأمريكي المتعلقة بالاقتصادات المتعلقة بالكثير من الشؤون ومن الواضح أيضا فيه تغير في المنطقة بالنسبة مش للستراتيجية الأمريكية ولكن النائي بنفسها بشكل أو بآخر الحدود الأمريكية تغيرت بالنسبة للمنطقة أكيد حصل تغير حضرتك في المقدمة وانتي بتتناولي مجموعة من القضايا اللي كانت بتشمل العالم كله قلتي جملة لافتة وهي حقيقية والعالم كله بيتحدث بها وهو أن العالم قبل جائحة كورونا ليس هو وضعه بعد الجائحة أمر ده حقيقي وده أصبحت وضع الجميع بيتعامل يعني وفق ما ظهر من هذا الاختلاف الكبير ولاية المتحدة الأمريكية مش بعيدة عن الاختلاف ده وإحنا قدام إدارة أمريكية جديدة وإدارة ديمقراطية مختلفة عن إدارة جمهورية سابقة استراتيجية أمريكية بتتغير تجاه المنطقة ده صحيح وده الولايات المتحدة الأمريكية ربما ماشية فيه منذ عقد من الزمن لكن قد تكون الجائحة كورونا جاءت بزلالها الاقتصادية في الداخل الأمريكي تجعلها دولة بتراجع حساباتها وتراجع أشكال انخرطها في ملفات العالم المختلفة مش منطقتنا بس الحقيقة على مستوى العالم كله يعني الأمر ربما يضيق الوقت عن الحديث عن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهي أقرب حلفائها مع الأسيا والمناطق الارتكاز الرئيسية والشركات الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية في أسيا هي الأخرى شهدت مثل هذه التغيرات لو رجعنا لمنطقتنا ربما الملمح الأكثر بروزا هو محاولة الاعتماد على القوى الرئيسية في المنطقة من أجل إدارة ملفات ومشكلات المنطقة وتعاون أمريكي مع هذه القوى الكبرى وإعطاءها مساحات من الحركة والاعتماد عليها ده شفنا مع الجانب المصري في القضية الفلسطينية على سبيل المساعد أحد أبرز هذه النمازج وأحداثها اتصال من الرئيس الأمريكي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء جولة التصعيد أو فترة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخيرة وتطابق كامل للرؤى إشهادة بالدور المصري ما يشبه إعطاء هذا الملف وهذه القضية في عهدة الرئاسة المصرية حجم كبير من الثقة برزت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للرؤية المصرية ولأجندة العمل المصرية أيضا لنفذتها مؤسسات الدولة قيادة سياسية مصرية الحقيقة طرحت رؤية تكاد تكون متكاملة تكاد تكون هي الأصوب والتي أشارت بشكل واضح حول معضلات هذه القضية وعندها رؤية للحل قدمتها ده جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بشكل رئيسي على الجانب المصري وفي المساحة الأخرى أنها تدعم هذه الرؤية المصرية على مستوى بقى المجتمع الدولي يعني بتقدم دعمها لده وبتعلنه وبتقول إن أنا متوافقة مع هذه الرؤية وده السبب اللي خلى مساحة اللقاء تشهد تناول القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا وتأكيد وتأييد لرؤية مصر ولأجندة عملية لأن تكون إشادة كمان بالموقف المصري كما تابعنا في تقرير فيما يتعلق بآخر مستجدات الوضع الفلسطيني وتدخل مصري يعني دي نقطة مهمة طبعا ومسألة الإشادة لأن الحقيقة لم يلعب أحد في القضية الفلسطينية دورا أكثر تكامليا من الدور المصري ولا أكثر نزاهة الحقيقة ولا أكثر عملية وفعالية أنه يفتح مع جميع الأطراف ويحظى بثقة الأطراف ويقدم رؤى رصينة ورشيدة تقدم سبل الحال مبدئيا تسبت هدنة تقدم بعد إنساني وتقدم خدمات بشكل مكسف جدا من أجل أن تحتوي أثار ما جرى وفي الأخير أنها عندها رؤية سياسية متكاملة وتدعو إلى إحياء عملية السلام وأنها قدرة على رعاية هذه العملية حين فيش دولة في المنطقة لديها كل هذه المفاتيح وكل هذه المسارات وده اللي جعل الجانب الأمريكي كما أشرنا يكاد ما يشبه أن يضع عهدة القضية الفلسطينية في أمانة الدور المصري والقيادة السياسية المصرية على وجه التحديد ويدعمها ويؤكد ويعزز مسألة إدارتها لهذا الملف من التصرحات الهامة جدا تصرحات الرئيس خلال هذا اللقاء عن موقف المصري تجاه مساد النهضة في هذا التوقيت كانت تصرحات واضحة وصريحة ومتعلقة بموقف مصر الشرعي ثابت خلال هذه المرحلة رأي حضرتك كيف؟ أنا بشوف الحقيقة أيضا كان الطرح المصري مع مستشار الأمن القاومي الأمريكي الحقيقة بما اعتدناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وضوح كامل في الرؤية وضوح ومباشرة في وضع ثوابت الدولة المصرية وحقوقها العادلة في تأمين أمنها المائي وده الحقيقة اللي جعل ربما الجانب الأمريكي يتبنى حتى المصطلح المصري وهو تأمين الأمن المائي أو الحفاظ على الأمن المائي المصري وتعهد أمريكي في المقابل بعد أن بدت الرؤية المصرية ويتحدث بشكل عادل وبشكل فيه تكامل هو الآخر في احترام لكل المواثيق والعهود الدولية والقوانين الدولية اللي بتنص على شكل من أشكال إدارة الموارد الطبيعية في منطقة لمصر حقوق تاريخية ثابتة فيها ولا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بهذه الحقوق تقدير ردود الأفعال المصرية الحقيقة طوال عشر سنوات ماضية ردود أفعال رصينة ومحترمة لدولة كبيرة مصر كانت مدركة أنها لابد أن تكون سياستها بهذا القدر الكبير من التعقل رغم أن كان فيه أصوات كتيرة في الداخل وفي الخارج ربما يعني ليها ملمح من التحريد على ارتكاب أو الدخول في مهاترات مصر بعيدة عنها لا بتستخدم مثل هذه الأداءات في ملفات أخرى ولا في ملف مهم زي ملف صدرناها بعد طرح الورقة التونسية في مجلس الأمن وخروج التقرير الأخير من مجلس الأمن مشكلة بآخر يا فندم المجلس الأمن رمى كرة في ملعب الاتحاد الإفريقي بعد أو مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة لو جاز التعبير يعني بهذا الشكل هل هو موقف مماثل برأيك؟ لا هو جوز التعبير اللي حديث بتستخدميه فعلا الولايات المتحدة الأمريكية بتنفذ استراتيجية جديدة في المنطقة أو لديها منهج عمل مختلف عما كان عليه الأمر في العقود السابقة لكن أن تشهد الزيارة انفتاح أمريكي الحقيقة على الرؤية المصرية فيما يخص سد النهضة التأكيد على أن تكون الأطراف جماعها مصر والطرفين الآخرين كل من السودان وأثيوبيا على نفس القدر من الالتزام بسقف زمني بوصول إلى تأمين حقوق كل الأطراف دعم الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة يعني الحقيقة ده نوع من أنواع الاستدعاء التأييد الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية لازالت حتى هذه اللحظة هي الدولة الأولى على المستوى الدولي وتتمتع أيضا على جانب آخر بنفوذ كبير على الجانب الإثيوبي أن يكون موقفها بهذه الصراحة وبهذا الوضوح والتعهد ببذل كل الجهود من أجل ضمانة تأمين أمن مصر المائي ده أمر أعتقد أنه كان من النقاط الإيجابية جداً اللي خرجت من زيارة مستشار الأمن القاومي للقاءه بالرئيس المصر لو تسمحي سيد العميد هل يمكن ربط هذا الملف سيد النهضة بافتتاح الرئيس لأكبر محطات تحلية مياه في العالم هل هي رسائل ضمنية وتحديداً فيما يتعلق بتنمية سينة ووسط صلاح 500 ألف فدان هناك مما يعني عملية تسكين عريقة وعظيمة في هذه المنطقة وتحديداً فمتعلق بالماية كمان وتحليد هذه المراكز هل دي رسائل متعلقة بيوجود الماية في مصر؟ ما فيش شك يعني ما فيش شك في دوات الحقيقة ومش بس بربطها بالحدث الأكبر والأضخم ومحط البحر البقر والمشروع العملاق الحقيقة اللي بتشهده سينة اللي يحتاج لكثير من الوقت الحديث عنه لكن هو أمر يفخر بيه كل مصري في جانب منه لكن رسائله الخارجية الحقيقة مش وقفة أو رسائل مصر الخارجية مش وقفة عند ده لا إحنا شغالين في هذه الرسائل الحقيقة لكل الأطراف للجانب الإثيوبي وللمجتمع الدولي كله بقالنا ما يزيد عن خمس سنوات من دلوقتي إن مصر في مرحلة بناء شامل إن مصر عندها رؤية طموحة لشعبها ولوضعها على مختلف الأصعيدة بتبني مصر جديدة وبتبني جمهورية جديدة هذا الأمر له متطلبات وهكذا تدافع مصر عن حقوقها متطلبات توفير المياه وتوفير الغذاء والوصول إلى مرحلة الاكتفاء وإن مصر بتسلك كل السبل وإن هي بتستخدم كل قطرة من حصاصها المائية بهذا الشكل المتطور وبتستخدم كل وآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا من أجل العمل على الاستفادة القصوى والمثلة من هذه الحصاص المائية وإن المياه أيضاً هي موجهة لخدمة المواطن المصري وخدمة مشروعات وفتحة أفاق للتشغيل والتنمية والغذاء والتأمين الغذاء كلها الحقيقة قضايا يحترمها العالم ويحترمها العالم بشكل كبير جداً عندما يجد أن القيادة السياسية المصرية والنظام السياسي المصري دولة تشتغل ومكرسة كل إمكانياتها المادية والاقتصادية وكل منهج عمل وزارتها المختلفة في هذا السياق أنها دولة بتبني دولة عندها متطلبات دولة بتطور الحياة لشعبها دي أمور وقضايا وأهداف الحقيقة بتحظى باحترام وتقدير ولذلك عندما تطرح مصر رؤيتها أو تدافع عن حقوقها حيات تجد أذان صاغية وتجد تقدير واحترام من الآخرين الآخرين بينظرون لنا بالمناسبة وبيتابعوا كل ما يجري في مصر يوم بيوم وبيتابعوا حركات الرئيس المصري بيتحرك في أي اتجاهات فين هي خطة الحكومة ماشية في أي مجال الحكومة بتمول مشروعات بمليارات الجنيهات في أي سياق وهنا تقدر تقرأ توجهات الدولة المصرية ومتطلبات الشعب المصري وطموحاته وعلى ضوء ذلك بتبتدي تبني مواقفها ولذلك كان مستشار الأمن القومي الأمريكي بالعودة للزيارة حيات متفهم تماما للرؤية المصرية بيعززها بيؤكدها ساعة إلى أن يخرج البيان الرئاسي من مجلس الأمن في هذا الاتقال تسمح يا فندم أتطارق إلى شخصية مستشار الأمن القومي الأمريكي يعني بالقراءة عن جيك سوليفن هو ينتمي طبعا لطيار الديمقراطي كان يعمل في فريق عمل هيلري كلينتون حين تولت حقيبة الخارجية يقال أنه لم يفارقها في هذه المرحلة بشكل كبير كان متفائل بالتدخل العسكري في المنطقة في وقت يقال أن لديه بعض الأفكار المتطرفة في متعلقة بإدارة بعض الدول هل هذا يمكن أن ينعكس على شكل التعامل مع المنطقة؟ يعني الحقيقة دي إشارة زكية من حضرتك لأن النظر لشخصية هذا المستشار الحقيقة يعني الحقيقة مفرقة بتعكس المتغيرات اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بدأنا بها حدثنا ولذلك أكد أن فيه تغيير في الاستراتيجيات وفيه تغيير في المفاهيم الشخص ده كان من سقور الديمقراطيين بالمناسبة وفعلا أنه هو لصيق الصلة بهيلاري كلينتون بكل ما تحمله هذه الشخصية وهذه السياسة اللي كانت بتديرها في وقت من الزمن اللي كانت متقطعة بشكل كبير جدا معنا ومع الرؤية المصرية ومع رؤية حتى الرأي العام المصري الأمر ده حدث عليه تغيير يعني هذه الشريحة الديمقراطية المتطرفة الحقيقة أصبحت أكثر اقترابا من الرؤية المصرية واحترام للرؤية المصرية ما بنقول مصر اشتغلت واشتغلت على الأرض واشتغلت في المفاهيم واشتغلت في طرح القضايا طوال السنوات الماضية الحقيقة الشغل ده لم يذهب هباءا على مستوى التأثير في تغيير أفكار ورؤة هذه الشريحة وبالمناسبة أنا بصف الإشارة دي بالزكاء ليه من حضرك أنها دي الشريحة الأغلب دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية ده الجيل الجديد اللي طالع اللي كانوا المساعدين لهيلاري كلينتون النهاردة بيتولوا المناصب القيادية ده دي شريحة جيلية وشريحة سياسيين جديدة النهاردة هي اللي بتدير السياسة الأمريكية وبترسم ملامحها وتضع أشكال تدخلها وسيناريوهات تأييدها نهاردة مشخصية بهذه المواصفات تكون موجودة أمام الرئيس المصري وتثني على كامل الرؤية المصرية تكون كل تصريحاتها في اتجاه تأييد الموقف المصري أعتقد ده يؤشر إلى حجم التغير الكبير جدا لإدرة مصر أنها تعمله على مستوى السياسات ورسمها في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أشكر حالك شكرا جزيلا سيد العميد على وجودك معنا سيد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أترك حضراتكم الآن مع عرض معلوماتي عن أبرز رزائل هذه الزيارة ومن بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة